موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة تونس نام قال وزير الداخلية لطفي بن جدو أن لديه رغبة ملحة في الاستقالة لو لمصلحة الوطن التي تمنعه من ذلك ودعى بن جدو في تصريح إذاعي إلى تكوين حكومة تجمع الفرقاء السياسيين وتنازل على أننيتهم لرفع التحديات ومواجهة الإرهاب كما أبدى وزير الداخلية خوفه من أن ينفرط عقد الأمن في تونس وأن يصل التونسيين إلى الاقتتال محذرا الوصول إلى هذه المرحلة التي اعتبرها أخطر من الإرهاب حسب قوله أوضح لطفي بن جدو أن الأزمة التي تعيشها تونس سياسية بامتياز وأن الأمنيين هم من يتحملون المسؤولية دائما كما كشف وزير الداخلية عن وجود قائمة من السياسيين ومن الإعلاميين ومن المثقفين مهددين بالاختيال وأنه في حد ذاته مهدد بالاختيال من قبل أبو عياب حسب تعبيره كما أشر بن جدو إلى وجود اختراق لبعض العناصر الأمنية من قبل السلفيين قدمت نقابة الأمن الجمهوري خلال ندوة صحافية عقدتها الثلاثاء قائمة اسمية لبعض الكوادر والقيادات الأمنية في وزارة الداخلية والتي أكدت أنها قيادات فاسدة تتحمل مسؤولية التعتيم على الإرهاب والعمل لصالح حركة النهضة بعد أن كان معظمهم يخدم مصالح الرئيس المخلوع بن عليا كما صرح حبيب الراشدي أمين وعاب نقابة السجون والإصلاح بأن السجون أصبحت أكثر الأماكن التي تفرز إرهابيين بسبب الأفكار التكفيرية التي أصبحت تشحن بها أدمغة السجناء على حد قوله تعيينة مشبوهة صلبة وزارة الداخلية قيادات فاسدة تتحمل مسؤولية التعتيم على الإرهاب والعمل لصالح حركة النهضة بعد أن كان معظمهم يخدم مصالح النظام السابق هذه وغيرها من الأسباب حسب ما أوضحت نقابة الأمن الجمهورية عوامل نخرت المنظومة الأمنية وخلقت حالة تململ كبير وسط الأمنيين كما قدم وليد زروق عضو النقابة قائمة بأسماء من اتهمهم بالتورط في أحداث العنف والإرهاب الأخيرة من خلال تعاطي مباشرة مع حركة النهضة وحجب معلومات عن المؤسسة العسكرية ويفشال أعمال خلايا التحقيق على حد قوله كما طالب وزير الداخلية بفتح تحقيق ومحاكمة كل من تثبت إدانته محاكمة عسكرية بتهمة الخيانة العظمى أنا اليوم هاجمت المسؤولين ونحمل المسؤولية اليوم رأني مانيش نهاجم في حركة النهضة حركة النهضة عندها الحق أنها تطمع في الكرشي لكن نهاجم المسؤولين اليوم اللي على رأس مفاصل القرار بالأسلاك الأمنية اللي هم معناها يحملوا عقلية العبيد اللي ما حبوش يتحروا واللي يعطاهم الشعب الفرصة بش يتحروا نهار ربع طالجان فيه معناها وهدين الشعب أكثر هدية اللي كان حتى واحد يتصورها هو فرار المخلوع معناها لكن قال لغالب قيادتنا الأمنية أسروا أن يكونوا عبيداً لمن في الحكم نقابة الأمن الجمهوري أعلنت في لقاء صحفي أن عدم دسترة الأمن الجمهورية هو السبب في الأحداث الخطيرة التي شهدتها البلاد مطالبة بتأسيس مؤسسة أمنية تنأى عن التجاذبات السياسية وبتطوير المنظومة الأمنية وعدم استعمال الأمنيين كعصاً غاليظة لضرب سياسيين أو لتحقيق أغراض حزبية نحن مطالبنا اليوم هي مطالب كل تونسي كل تونسي تقريباً من بنزارة البنغردان يطالب أمن بداية واستقرار للبلاد خطر لبوبة حامرة شعلت وصلنا الوضع لا يحتمل ويجب أن نقفل تونس وأحنا أكدنا الوزير الداخلية سيد وزير الداخلية نحن كنقابة أمنية باش نبعد على أي تجاذب سياسي وأي تعيين يكون فيه طرف يخدم أجنداً تعمل حموعة تفشي العمل الإرهابي وزرع الفكر التكفيري وحسب ما صرح بيحبيب الراجدي أمين عام نقابة السجون والإصلاح منبعه ومنطلقه السجون التي أصبحت أماكن لزرع الأفكار الظلامية وحث السجناء على العمليات الإرهابية برامج السلاح اللي هي برامج محايدة وبرامج ما نقبل فيها معنات الوعز الديني والتدعيم والمساجين أما طاولت مشيت نحو التطرف كذلك قلنا أن المساجين تكفيريين أما نحبش قول سليفين ديما قول تكفيريين المساجين نظم وحسب القواعد حتى في العالم يتحطوا في غرف واحدهم فهم طوع حطواهم قاعدين يفرقوا فيهم على الغرف والمساجين نظم يأثروا على بقية المساجين عندهم نوعية تحكي طاب تأثر ومعروفة نوعية تحكي طاب فاقد الشيء لا يعطي هي حال الجهاز الأمني في الفترة الحالية فعدم الاستقرار والتململ في صفوف الأمنيين وما تعيشه المنظومة الأمنية من مرحلة صعبة حتما سينعكس سلبا على استقرار البلاد وأمنها وربما عودة جديدة لعدم الثقة في جهاز ومنظومة كريست لسنوات عديدة لخدمة النظام السابق يجتمع المكتب التنفيذي لحركة النهضة حاليا ليدرس المطالب والمقترحات الصادرة عن الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية حول مقترح حكومة وحدة وطنية ومن المنتظر أن يتفق أعضاء مكتب الحركة على تشكيل حكومة وحدة وطنية وحكومة إنقاذ وطنية دعا رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي خلال إشرافه بالثكنة العسكرية بالقصرين على مراسم تأبيد الجنود الثمانية الذين لقوا حتفهم في كمين إرهابي تم نصبه لهم الأثنين بجبل الشعبي دعا سياسيين إلى الكف عن المشاجرات والمشاحنات الحزبية الضيقة وللانتباه لطلبات الشعب والقيام بدورهم في الحفاظ على الوحدة الوطنية وأكد المرزوقي خلال موكب انتظم صباح الثلاثاء بالثكنة العسكرية بالقصرين على دور الجيش الوطني في الدفاع على الوطن وكان رئيس الجمهورية حل صباح الثلاثاء بالثكنة العسكرية بالقصرين على متن طائرة مروحية تابعة للجيش الوطني مرفوقا بوزير الدفاع الوطني أرشيد الصباخ ولئيس أركان جيش البر أمير اللواء محمد الصالح حامد وتولى المرزوقي وضع أوسمة من الصنف الرابع من وسام الجمهورية على جثمين الشهداء التي كانت ملفوفة بالعلم الوطني دعت وزارة الدفاع الوطني العسكريين الموجودين على خطوط التماس وبكافة الدوريات إلى الحذر والحيطة من إمكانية استغلال الأزياء العسكرية والمعدات التي سرقت خلال الكمينة الذي استهدف عن نصر من الجيش الوطني من قبل مرتكبي العملية للتحضير لعملية أكبر من خلال محاولتهم التسلل باستعمال هذه الأزياء حسب ما جاء في البلاغة أقرى الطبيب الذي باشر جثث العسكريين بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بالكسرين الشهد المفقودي أقرى أن عدد الجنود الذين لقوا حتفهم على إثر الكمينة الذي تعرضوا له قبل موعد الإفطار من قبل إرهابي الشعان بثمانية وأكد الدكتور الشهد المفقودي على أن جميع الجثث متعرضة للطلق الناري كثيف حسب وصفه موضحا أن خمسة جثث تعرضت للذبح والتنكيل والطعن بآلة حادة ورجح الطبيب المباشر أن يكون الطلق الناري قد سبق عملية الذبح حسب تعبيره ندد العديد من نواب المجلس التأسيسي بالعملية الإرهابية التي استهدفت العسكريين في جبل الشعنبي داعين جميع الفرقاء السياسيين إلى تحمل مسؤوليتهم والتنازل عن مطالبهم السياسية في سبيل حقن الدماء والوقوف صفا منعا ضد الإرهاب والخروج بالبلاد إلى بر الأمانة بعد سلسلة من الإلغام تمتد يد الغدر لتضيب هذه المرة الجيش الوطني إذر تعرضه لكمينا من قبل مجموعة من العناصر الإرهابية المتحصنة بجبل الشعنبي فجاعة زادت في تأجيج أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ اغتيال النائب محمد الابراهمي وعمقت التحركات الاحتجاجية التي أعلنت عزمها إسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي عملية إرهابية غريبة عن التراب التونسية وإن أثارت ردود فعل متبينة إلا أن كافة مكونات المجتمع المدني ومختلف الأطياف السياسية أجمع على مدى الحاجة اليوم إلى لم الشمل من جديد والعودة إلى طاولة الحوار من أجل الوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب مشيرين بذلك إلى أن العملية الإرهابية ضد الجيش الوطني رسالة واضحة لتفريق التونسيين وضرب ما تبقى من مرحلة الانتقال الديمقراطية في عوض التناحر الطبقة السياسية تبقى تتناحر وتبقى تعمل في تجاذبات معناها لا قيمة لها ولا معنى لها في عوض تتحد وانا دعوة بالمناسبة دعوة إلى كل الطبقة السياسية إلى ترك الخلاف والاختلاف جانبا والالتفاف حول بعضنا البعض وحول المؤسسة العسكرية وحول المؤسسة الأمنية وحاول المؤسسات متاع الدولة واركانها واحد ما يملكنا الآن نقول ندعو كل القوى الوطنية لأنه مش وقت طوى خلافات لا إديولوجية ولا حزبية ولا سياسية وقت وحدة وطنية وقت توافق وقت التزام خلينا نحاربوا الإرهاب هذه المهمة الكبيرة طوى ما حدش خلاف بين حزاب هذه بسيطة لأنها توفقات بسيطة تتم بسرعة الأجندا نحددها بسرعة أما الآن إرهاب يظرب في البلاد إرهاب أنا ما نشكش في النواية متاع الأخوة في اللي طالبوا بحل المجلس التأسيسي لكن نطالبهم بأنهم يكونوا مسؤولين أمام الوطن وأنهم يرجعوا للصفة الوطنية ويوقفوا يد واحدة الناس كل مع المؤسسات في تونس مع الشرعية مع بلادنا مع قطار الديمقراطية اللي شد السكة صحية بعد الثورة هي طعنة جديدة في ظهر الثورة التونسية مزيد من إراق تديمات تونسية على الأراضي التونسية بأياد ربما تكون أيضا تونسية وهي رسالة واضحة معالمي لأنه خبأ سياسية أن تنقى اليوم عن حساباته الحزبية والسياسية والانتخابية الضيقة وأن تضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار وأن تتحمل المسؤولين في حق دماء التونسيين وإيقاف حمام الدم الذي نرى أنه يتصاعد يوما بعد يوم الجريمة الإرهابية التي طالت عناصر من الجيش الوطني ربما ستكون الضربة التي قد توحد الفرقاء السياسيين من جديدة نحو موقف موحد لإتمام المرحلة الانتقالية والخروج بالبلاد من عنق الزجاجة أو من محاولة الزج بها إلى مستنقع الحرب الأهلية لا قدر الله قررت الهيئة الإدارية للالتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماعها الاستثنائي مساء الاثنين تشكيل حكومة كفاءة مستقلة وبعث هيئة وطنية للتحقيق في جرائم الاختيال السياسي والعمليات الإرهابية وحل رابطات حماية الثورة وتكليف لجنة خبراء لدراسة مسودة الدستور وتقديمها إلى المجلس التأسيسي للمصادق عليها وفق ما أكده المتحدث باسم الاتحاد سامي الطهري من جهتي قال الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي في تصريح إذاعي إن الاتحاد يطالب بحل الحكومة الحالية مع الإبقاء على المجلس التأسيسي وضبط أليات لتسريح عمله وضبط اختصاصاته ويعتزم تقديم مبادرة وطنية سيتم ترحوها على كل القوى السياسية لمناقشة مضمونها حسب قوله قدم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني مجموعة التوصيات التي أصفر عنها اجتماع المجلس الإداري المجتمع ليلة الأثنين أهم تشكيل حكومة كفاءة وطنية وإنقاذ مذيقات العدد ومواصلة الفترة الحالية إلى حين إجراء انتخابات وإعادة النظر في التسميات على مستوى الإدارات والجهات وتحديد مهام المجلس الوطن التأسيسي وتحديد مدة عمله وتكوين لجنة خبراء وكفاءات للمصادقة على الدستور حسب تأبيره أكدت الجامعة العامة التونسية للشغل تمسكها باستقالة الحكومة وبتشكيل حكومة إنقاذ وطني من الكفاءات المستقلة ودعت في بيان اللهاء الثلاثاء إلى اختصار مهمة المجلس التأسيسي في إنهاء دستور مدني وديمقراطي وتوافقي قبل الثالث والعشرين من أكتوبر 2013 منددة بأعمال العنف والإرهاب كما عبرت الجامعة عن استيائها من تصريحات رئيس الحكومة المؤقت عشية يوم الاثنين التي وصفتها بالإقصائية وغير مسؤولة دعية جميع القوى المدنية والديمقراطية من أحزاب ومنظمات ونقابات وجمعيات ومختلف فئات الشعب التونسي للوقوف صفا واحدا لتحقيق المهام المطروحة وإنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطية دعا الاتحاد التونسي للشغالين الشبان في بيان اللهاء الثلاثاء عدة شخصيات وطنية للاجتماع بقصر المؤتمرات في 48 ساعة على أقصى تقدير للخروج بحل لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد وتحديد خريطة طريق ترضي جميع الأطراف من أجل خدمة ومصلحة البلاد حسب البيانة جابت عدد من المسيرات مساء الاثنين عددا من جهات البلاد على غرار القصرين واسفاقس وسيدي بوزيد وجندوبة والكاف للتضامن مع الجيش الوطني بعد استشهاد ثمانية عسكريين في كمين استهدفهم بمحمية جبال الشعانبي من ولاية القصرين رفعين شعارات مطالبة بوضع حد للإرهاب وبحل المجلس التأسيسي وحل الحكومة المؤقتة تعرض دورية أمنية صباح اليوم أثلثاء بمدينة جندوبة للاعتداء من قبل شخصين كان على متن سيارة محملة بالبنزين المهرب وفق ما ذكره مصدر أمنية وأوضح المصدر ذاته أن سائق السيارة لم يمتفل لأوامر أعوان دورية طلبوا منه التوقف فتسبب عند محاولة الهرب في إصابة عوني أمن نقل إلى المستشفى الجهوي بجندوبة أين أجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة وتمكن من مغادرة المستشفى كما أشار إلى أنه تم إيقاف المهربين إلى مصر أين كشفت وزيرة الخارجية الأوروبية كاترين أشتون عقب زيارتها للرئيس المصري المعزول محمد مرسي أنه بخير كما أكدت أن مباحثاتها في القاهرة تهدف للبحث عن أرضية تفاهم حسب تابيرها وفي باريس دعا وزير الخارجية الفرنسي لعوفا بيوس إلى الإفراج عن الرئيس السابق وجميع المعتقلين السياسيين وعبر في الوقت نفسه عن رفض باريس للعوفا سقط عشرة القتل والجرح في قصف للطيران الحربي على مدينة دومة في ريف دماشق حسب ما ذكره ناشطون السوريون واستهدف عناصر من المعارضة المسلحة أحد حواجز النظام بلغم أرضي بمنطقة القلمون بريف دمشق عند مفرق العقبة ما أدى إلى تفجير دبابة ومقتل تقامهما وذكرت مصادر سورية أن الجيش السوري الحر سيطر على أحد المباني الثلاث المخابرات الجوية في مدينة حلب في وقت أصفر قصف على وسط حمص عن مقتل وجرح العشرات ليلة الاثنين الثلاثة أكدت وزيرة العدل الإسرائيلية تي بي ليفني التي ترأس وفت بلادها إلى المفاوضات مع الفلسطينيين أن هذه المفاوضات قد استؤنفت في أجواء إيجابية بعد توقف استمر ثلاث سنوات وأشرت ليفني لأن المفاوضات لم تستأنف لتلبية مطلب الولايات المتحدة إنما لأن استأنفها مفيد للطرفين في المقابل أقرت ليفني بوجود خلاثات عميقة داخل الحكومة الإسرائيلية موضحة أنه يوجد وزراء لا يريدون التوصل لاتفاق وترحي فكرة الدولتين ووزراء آخرون غير مبالين لكنهم يأملون في أن لا تصفر المفاوضات عن نتيجة وأعضاء آخرون في الحكومة يريدون الوصول إلى نهاية النزاع هذا خبر مشاهدين نصل إلى ختم نشرتنا نلقاكم في موعد أخبارية اللاحقة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة